السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة جايبا لكم وصفة سهلة وجميلة جدا هنعمل كعكة او بسكوت السمسم مقارمش وحل وقوي واحلى حاجة بقى انه هو من غير سكر ولا عسل ولا طمر وكمان من غير منتجة البان ومن غير كمان لا دقيق ولا شفان يعني خالي من الجلوتين طعمه جميل جدا وصحي مناسب للضايط العادي وكمان مناسب لمرض حساسية الجلوتين وحساسية الالبان طريقة تحضيره سهلة طعمه جميل جدا ومقارمش يلا بينا نشوف طريقة العمل هنبدأ بقى دلوقتي بالطريقة على طول اول حاجة انا محتاجة احمص السمسم انا حبيت اوريكو ازاي بنحمص السمسم بطريقة صحية علشان الناس اللي مبتعرفش تحمص السمسم هنجيب دلوقتي طاصة انا محتاجة من السمسم اتنين كوب عياري او اتنين مج من الشاي يعني ملو المج بتاع الشاي هو نفس معيار الكوب العياري اخدت بقى دلوقتي اتنين كوب عياري من السمسم وحطتهم بقى دلوقتي في الطاصة وعلى نار هادية هنقلب باستمرار كده لغاية لما السمسم يبدأ ان هو يتحمر حاجة بسيطة كده ما تحمروش السمسم زيادة عن اللازم علشان ما يفقدش الزيوت بتاعته بنقلب باستمرار كده وخدوا بالكل انه بيتحمر بسرعة على نار هادية لغاية لما يكون معانا بالشكل ده اول ما نوصل للدرجة دي ان هو بدأ يتحمر معانا كده هنقفل بقى دلوقتي عليه النار ونسيبه لغاية لما يبرد بيكون معانا بالشكل ده هتلاحظوا ان هو اتحمر زيادة لان لما يبدأ ان هو يتحمر بنقفل النار لان هو بيكمل تحمير مع نفسه كده يعني بيوصل للدرجة دي بيكون حلوة اوي نسيبه بقى لغاية لما يبرد خالص وبعد كده هنكمل باقي الخطوات التانية انا قلت في اول الفيديو ان الوصفة معانا عبارة عن مكونين اتنين المكون الاول كان السمسم وخلاص جاهزناه المكون التاني هو الموز معايا اتنين حبة من الموز حجمها متوسط ولازم يكون معانا الموز مستوي بالشكل ده ما يكونش موز اخضر يكون موز مستوي ومسكر لان هو ده اللي هيسكر لنا البسكوت وكمان هيمسكرنا القوام جبت بقى دلوقتي اتنين موزة حجمها متوسط ويكون مستوي ومسكر معانا بالشكل ده وحطيتها بقى دلوقتي في طبق كبير كده وبعد كده جبت الهاند بلندر او ممكن تحطوه في الكبه او في الخلاط لغاية لما يتفرن معاكو ناعم بالشكل ده بعد كده هنحط بقى دلوقتي السمسم وطبعا احنا استنينا لغاية لما السمسم برد معانا خالص حطيت بقى دلوقتي السمسم على الموز وهبدأ بقى دلوقتي تقلبهم مع بعض على فكرة المقادير دي مظبوطة كويس اوي اتنين كوب من السمسم عليهم اتنين موزة حجمها متوسط هنقلب بقى دلوقتي بالمعلقة كده لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس وخلاص كده بيكون جاهز معانا ده بيكون القوام بتاعه لازم توصلوا للمرحلة دي لو ما كانش معاكو بالقوام ده يبقى انتوا استعملتم موز صغير لازم يكون معانا القوام بالشكل ده اتنين كوب من السمسم المتحمص عليهم اتنين موزة حجمها متوسط دلوقتي بقى هنبدأ نشكل البسكوت او الكعك بتاعنا وزي ما انتوا عايزين بقى تشكلوه انا حابة ان انا اشكله كده على شكل دواير زي البسكوت بالزبط او زي قرص السمسمية او احنا ممكن نعتبر ان الوصفة دي وصفة السمسمية بطريقة صحية وجميلة جدا فهنجيب بقى دلوقتي فورمة كده على شكل دايرة او هبدأ بقى دلوقتي اشكل البسكوت بالطريقة دي كده او الكعك بالطريقة دي كده ناخد كمية كده من الخليط ونحطها بقى دلوقتي في الفورمة ونضغط عليها قوي كده علشان تاخد معانا الشكل الدائري بالطريقة دي كده ونساوي كده الاطراف عشان تكون متساوية معانا طيب للناس اللي هتقولي انا ما عنديش الفورمة او شكل دائري او بمعنى اصح عايز اعملها مرة واحدة ممكن ان احنا نجيب صنية كبيرة كده ونحط فيها ورقة زبدة تكون نوع كويس وعلى فكرة لازم نستعمل ورقة زبدة نوع كويس ونحط الخليط كله مرة واحدة كده وبعد كده بالسكينة قبل ما ندخلوا الفورن نقطعه على شكل صوابع كده او زي ما انتو عايزين بس لازم ان انتو تقطعوه او تشكلوه قبل ما تدخلوا الفورن او تعمله زي ما عملت كده بيكون بصراحة شكله حلو قوي في التقديم كده وبالذات لما تدول الاطفال ببقى شكله حلو قوي قدامهم وكمان بيعجبهم الطعم قوي هكمل بقى تشكيل الكمية كلها بنفس الطريقة كده ناخد كمية كده مناسبة من الخليط ونحطه كده في قلب الفورن واهم حاجة علشان ينجح معانا ان احنا نضغط جامد كده علشان ان هو يتساوى معانا من كل الاطراف وعلشان يتكبس معانا كده فيطلع قطع واحدة ما يتكسرش زي ما بعمل كده بالزبط هكمل بقى دلوقتي بقى الكمية كلها بنفس الطريقة كده لغاية لما خلصها كلها عايز اقولكو كمان على ملحوظة كده هو طبعا حجمه مش بيتضاعف معانا بس اهم حاجة ان احنا نسيب مبينه مسافات بالشكل ده ما تلزقهوش كله مرة واحدة دلوقتي انا خلاص خلصت الكمية كلها بتكون معانا بالشكل ده كده هناخدها بقى دلوقتي وندخلها الفورن بيدخل على فورن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط من الفورن وده شكله معانا بعد ما طلع من الفورن بيعود قد ايه بيعود خمسة وعشرين دقيقة على درجة حرارة 180 في الرف الاوسط وهو بيتحمر من تحت كده بعد كده بنشغل الشوية علشان نحمر الوش بتاعه وبيكون معانا بالشكل التحفة ده طبعا بنراقبه كده في الفورن لغاية لما يتحمر من تحت هو بياخد بس خمسة وعشرين دقيقة بعد كده بنشغل الشوية نحمر الوش بتاعه وبطلع معانا كده بنسيبه بقى الغاية لما يبرد خالص وبيكون معانا شكله جميل جدا كده على فكرة ريحة التحفة وطعمه ان شاء الله هيعجبكو جدا لما تجربوا الوصفة هتعملوها كتير قوي وانا قدمت بقى بطريقة بسيطة كده هو بصراحة مش محتاج تازين ابدا نقدبه كده مع احلى كوباية قهوة بيكون لذيذ قوي شايفين ان شاء الله شكله جميل جدا وشهي ويفتح النفس واهم حاجة طعم مقرمش ولذيذ قوي وكمان مسكر يعني مش هتحتاجوا ابدا ان انت لا تضيفوا سكر ولا عسل الموز هو مسكر كده بيزبط لنا الطعام احنا عملنا 12 واحدة من الكعكو على فكرة حجم كبير من الصغير السعرات الحرارية للواحدة بس 138 سعر بالزبط جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة وبالف هانة وعافية